بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونواصل الحديث معكم في بيان ما يدل عليه قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله الآية وما تجتمل عليه هذه الآية من أحكام ولكننا قبل ذلك نكمل تفسيرها فقوله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أي ولكن هذا الرسول الذي يبعثه الله أو هذا النبي الذي يبعثه الله إنما يأمر الناس بأن يقول لهم كونوا ربانيين عكس ما يدعيه اليهود والنصارى من أنه يأمر الناس بعبادته من دون الله عز وجل وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فالنبي إنما يقول للناس كونوا ربانيين والرباني قيل إنه مأخوذ من الرب فالعالم الرباني هو العالم العامل بعلمه والذي يعلم الناس الخير هذا هو الرباني الذي يعلم ويعمل ويدعو الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى هذا هو العالم الرباني وقيل الرباني مأخوذ من الربان وهو المربي الذي يربي الناس ويعلمهم والمعنيان متقاربان الرسول يأمر الناس بأن يكونوا ربانيين أي علما حكما يعملون بعلمهم ويدعون الناس إلى عبادة ربهم وينهونهم عن الشرك فهذا هو شأن أتباع الرسل وشأن العلماء وليس من شأن الناس أن يتركوا تعلم العلم وأيضا ليس من شأنهم أن يتعلموا ولا يعملوا وأيضا ليس من شأنهم أن يتعلموا ويعملوا ولكن لا يدعون إلى الله ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فلا يكونون ربانيين إلا إذا اتصفوا بهذه الصفات الثلاث العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يكونوا ربانيين وقال بعض السلف الربانيون هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره بمعنى أنهم يربون الناس على العلم ويتدرجون في تعليمهم للناس شيئا فشيئا لأن هذه هي طريقة التعليم الناجحة المفيدة أن تربي الناس على صغار العلم على المسائل الصغيرة ثم تنتقل منها إلى ما فوقها وهكذا تعلم الناس بالتدريج هذه طريقة الربانيين كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون أي تعلمون الناس الكتابة والكتاب اسم جنس يشمل كل الكتب السماوية المنزلة من الله سبحانه وتعالى ويدخل في الكتاب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها وحي من الله جل وعلا فإذا أطلق الكتاب فإنه يشمل القرآن ويشمل السنة كما قال سبحانه وما ينطق عن الهواء إنه إلا وحي يوحى وكما قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وبما كنتم تدرسون قرأ قوله تعالى بما كنتم تعلمون بما كنتم تعلمون بالتخفيف وقرأ قوله تعالى وبما كنتم تدرسون وبما كنتم تدرسون ومعلوم الفرق بين القراءتين في الموضعين أن بما كنتم تعلمون أي أنتم في خاصة أنفسكم وبما كنتم تدرسون أي أنتم أما تعلمون وتدرسون فمعناه تعلمون غيركم وتدرسون غيركم والمعنى واحد ويقولوا إلى شيء واحد هو كما سبق أن الإنسان يتعلم ثم يعمل بعلمه ثم يعلم الناس ويدعوهم إلى الخير فهذه الآية تشتمل على أحكام عظيمة أولاً يوخذ منها أن الرسل وأتباعهم لا يأمرون بالشرك وإنما الذي يأمر بالشرك هم أعداء الرسل وأعداء العلماء الربانيين فهم الذين يدعون الناس إلى الشرك فإذا رأيت من يدعو إلى الشرك وعبادة الأضرحة والقبور في هذا الزمان أو في غيره ويحسن ذلك للناس فاعلمنه مخالف للرسل ومخالف للعلماء الربانيين وإن كان عالماً فإذا كان لا يدعو إلى التوحيد ولا ينهى عن الشرك فإنه عالم ليس ربانياً وإنما هو عالم لكنه لا يعمل بعلمه وهو مغضوب عليه فالذي يعلم الحق ولا يعمل به فإنه مغضوب عليه من الله سبحانه وتعالى فهذا من أعظم ما تدل عليه هذه الآية الكريمة أنه إنما يكون من أتباع الرسل الذي يدعو إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وينهى الناس عن عبادة ما سوى الله من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة فإن كان بالعكس يدعو إلى عبادة غير الله فهذا ليس على طريقة الرسل ولا على طريقة العلماء الربانيين وإنما هو عالم ضلال كما قال صلى الله عليه وسلم وإنما أخشى على أمتي الأئمة المظلين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل وإلى الحلقة القادمة بإذن الله صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين